هل كان يرفض المسيح الصليب؟ ده واحدة من الأفكار المغلوطة أو المفاهيم المغلوطة أن يأخذوا بعض الآيات ويقولوا المسيح كان رافض الصليب لا يوجد أصلاً آيات هو كل ما هناك بس اتعب لك عشر دقائق في كل صفحة من صفحات الإنجيل بتشوف الصليب اتعب بس عشر دقائق هم يأخذوا جزء من رياع مثلاً إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس أوكي ولكن الجواب شو جواب المسيح؟ لا وغير كده المسيح نفسه بيكمل هو مش بيأخذوا الكمال يعني ما هو الفكرة إيه؟ هو مش البحث يعني بيجي لك عنب يعني هذا غباء يعني لما أنا بدي مثلاً أجاد الواحد مثلاً في دينه أو في موضوعه ما في أقتبس شيء إخفاء للأمر هنا بكون أنا مرائي وكذاب ودجال يعني لازم تكون حقيقي البحث عن الحقيقة يختلف تماماً عن إخفاء الحقيقة وهي الفكرة إيه؟ إحنا عندنا ما هو الفكرة؟ أنت بتتبع مين؟ بالضبع مين إلهك ومين أبوك؟ صح إلهي بيقول إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمين لن يقدر أن ينكر نفسه يعني عدم أمانتنا لطبط الأمانة الله لكن لما آجي أنا عندي إله بيقول عن نفسه خير الماكرين أو بيبيح الكذب في مواقف فأنا الكتاب المقدس بغضنا واضح جداً يعني زي بيختبس نص الآية طب كملها عشان كده إحنا مش بس رد على الجواب لكن نفسه إحنا نتذكر مع بعض تعليم المسيح وكلام المسيح أيوة يعني مثلاً في الإنجيل بحسب القديس ماركوس 26 يقول ثم تقدم قليلاً وخر على وجهه وكان يصلي قالاً يا أبتا إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت ثم جاء إلى التلاميس فوجدهم نياماً فقال للبطرس هكذا ما قدرتم أن تصهروا معي ساعة واحدة اصهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف فمضى أيضاً ثانية وصل الله قائلاً يا أبتا إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك هنا مش رد بس على إخواتنا المسلمين لكن كمان أنا بتعلم من الآيات دي إيه إن رب يسوع المسيح بيقول إن مشيئة الله هي اللي أنا بطلوبها حتى رغم ضعف الجسدي لأن الرب يسوع المسيح هنا ذكر الروح نشيط أما الجسد فضعيف رغم ضعف الجسد ورغم كمان شدة الألم وقصوة الألم والمسيح هنا بيعبر عن أن الآلام التي اشتازها المسيح في أثناء المحاكمة والصلب كانت ألام حقيقية تحملها المسيح لكن أطاعة طوعا واختيارا وعلمني دايما إن في كل الظروف أقول له فلتكن مشيئتك فهنا بيتكلم عن تكن مشيئتك ليه؟ لأن بعض الناس بيرجعوا تاني بيقول لك آه مش هو المسيح صلى والكتاب بيقول سمع له لأجل تقوى يبقى الله سمع ليه الطلبة دي اللي بتاع تعبر عني طيب ومسمعش ليه الطلبة التانية اللي بيقوله فلتكن مشيئتك يعني هاي الإشكال صح فده الإشكاليات هل بالكلمات دي قصد المسيح اللي يذهب للصليب؟ إطلاقا من الصعب إن إحنا يجي المسيح اللي جاي بيعلم تلاميذه إنه يتألم وفي اليوم الثالث يقوم يكون هو مش هدف الصليب لأنه المسيح زي ما ذكرت في الأول جانب الجسيس لما قال له بطرس اذهب عني يا شيطان أنت معثر لي لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس هنا إيه الفكرة بتاعتها تهتم بما للناس ومش بتهتم بما لله لأن هنا قصد الله ومشورته المحتومة إن المسيح يقتل يصلب كلام الناس عايزين ملك منتصر متوج يقدر يغلب ويدمر زي ما بقولنا في البداية القوة الشيطانية فعشان كده لما بطرس انصاق لفكر الناس والفكر الشيطاني المسيح قال له اذهب عني يا شيطاني ومش بس حتى بطرس في بستان جات سيماني مع إنه النية كانت سليمة ولكن ما فهمش المقاصد اللهية لما ضرب عبد عبد رئيس الكهنة قال له رد سيفك إلى غمدة لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون ألا أستطيع أن أطلب من أبي أن يرسل لي 12 جيشا من الملائكة يعني أنا مش محتاج لمساعد يا بطرس أنا جاي من أجل هذه الساعة وكمل آيات العديدة كده مرة في العهد جديد المسيح ذكر إنه جاي لهذه الساعة وثبت وجهه نحو أورشلين لما حاولوا يكتر المسيح أكتر من مرة قبل ساعة ومتيجي اشتاس فوسطهم ولم يرون فهو يقدر نعم فده بيوضح الحاجة التانية بنشوفها إزاي يرفض الصليب وهو بيجيب ويأكد ويتم في كل المكتوب بكلام الأنبياء على سبيل المثال محتقر ومغزول من الناس رجل أوجاع ومقتبر الحزن وكمسطر عن وجوهنا محتقر فلم نعتد به شعي 53 بيقول لكن أحزاننا نحملها وأوجاعنا نتحملها ونحن حسبناها مصابا مضروبا من الله ومزلولا وهو مجروح لأجل معصينا مصحوق لأجل أثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبوره شوفينا هاي نبوة 700 سنة قبل الحدث قبل الحدث لبقش عياء حتى نفسه ده النبوة دي ما كانتش تحت سلطة رومانية يعني حتى إشعية ما كانش يعرف أداة الإعدام ولا الطريق ولا الكلام ده كله فبنشوف هنا بيأكد تفاصيل على فكرة جسيس نزار واحدة من الحاجات اللي بتؤكد دقة الكتاب هي النبوات في إيه لأن النبوات جاءت قبل مجيء المسيح بمئات السنين وبعضها بألاف السنين فهنا هذه النبوات لما تيجي تتحقق في المسيح تفصيليا وفي شخص واحد بس يبقى هنا أنا بتكلم عن كلمة الله الحية الفعالة الباقية الدقيقة كمان فهنا بنشوف إشعية بيتكلم عن الصليب وطبعا أنا مش أجرى كل إشعية 53 لأنه في آيات كتير طبعا بالزبط المسيح نفسه علم تلاميذه عن الصليب اللي احنا اتكلمنا وهنا لأنه كما أن البرقي الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية تحت السماء كذلك يكون أيضا ابن الإنسان في يوميه ولكن ينبغي ينبغي أولا أن يتألم كثيرا ويرفض من هذا الجيل يبقى هنا بيتكلم عن أن المسيح جاي عشان يتقلم المسيح نفسه بيقول كلام ده لما هو بيقول على نفسه الكلام ده إزاير فضو الصليب